السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ايه ابراهيم النهاردة ان شاء الله هنشتغل الخاتم ده يلا نشوف ازاي اول حاجة هبدأ الخاتم من جوه البر فهعمل كورة ناقصة 4 والحلزونة اللي حوالين الشكل من هنا هستغدم اداة اسمها فلات سبايرل نحدد الكتر وهقلل عدد اللفات للفة واحدة هعمل ميرور لاني عاوزها تبقى العكس وكبرها شوية كده وهقصرها باستخدام بعدين نعمل افسد واحرك الخط هنا ونعمل ريبيل وازبط الخط ونعمل ريبيل وهحرك الكيرب ده لفوق 3 وهنزل ناعيات الكيرب من هنا شوية ونعمل ريب وان Universe ونعمل أمي هدفة ونعمل ريبيل وانمر مل أهمل ريبيل واننعمل ريبيل وانعمل ريبيل هاخد الحلزونة والقورة في السنتر ونعمل الري بولر هضم الحلزونة دي شوية ونزبط الداران بتاعها اكتر بعدين نعمل افسد سرفس بوينت سري هم كلهم خدوا افسد زي دي علشان خطو الريكورد الهيستري شغال لازم تتأكد ان يبقى شغال عملك هرفع القورة فوق شوية بعدين علشان اقصي زيادة منها هعمل سرفس عالارض ورفع الحد هنا اسبلت وعدين افسد سرفس للكورة هرسم دايرة المقاس اللي انا عايزاري الخاتب خمسة وعشرين بعدين هعمل دونات كده تمنتاشر يوصل لنهاية الدايرة وهعمل سكير وان دي شوية من هن هطف الال الوردة وهرسم خط بالطول كده ونعمل الري بولر هعمل تريم كده احنا عندنا الحركة بتاعة الفيونج هعمل سبلت ايزو كورف من هنا يندل الدول بعدين هعمل دابلو كيت ايج ونعمل ري بولر ونعمل سرفس باستخدام سبيب وان راي بعدين هحرك النقط هنا بالشكل دا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تبقى في القناة ثقما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة نعمل قسطة اما هنا هحتاجي حرك النقط اللي تحت ونزق النقط اللي تحت دي شوية باستخدام روتيت ونعمل قريب بولر هقفل الكل مع هذا الخطوط وهشغل وضع وتعالوا نظبط علاقتهم ببعض نحتاجة من هنا توسع شوية ومن هنا تنزل اكتر اشتركوا في القناة 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 بعدين هعمل دايرة الرنج سايدز. هو هنا الدبلة بتاعته عبارة عن قطعة واحدة. هرسم خط من المد. وارك من هنا لهنا. وجوين. ونعمل سحيب وان ري. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. حاول تكمله وتفكر ازاي هنعمل وان شاء الله الفيديو الجاي هتعرف فيه ازاي. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. وولينا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة